الخطوة الخامسة اظهار الحاسب في نافذة الادات My Network Places تستخدم الادات My Network Places لاستكشاف الشبكة تماما كما تستخدم الادات My Computer لاستكشاف الملفات والمجلدات المخزنة في وسائط التخزين المتصلة بالحاسب تذكر دائما ان هناك شرطان اساسيان لاظهار اسم الحاسب في قائمة الحواسيب التي تظهرها هذه الادات الشرط الاول هو ان تكون خدمة التشارك بالملفات والطابعات مركبة ومرتبطة ببطاقة الشبكة من خلال البروتوكول الخاص بالشبكة مثلا في هذه الحالة البروتوكول TCPIP الشرط الثاني هو ان تكون اعدادات الجدار الناري بحيث لا تمنع عمل التشارك بالملفات والطابعات بطبيعة الحال عندما تقوم باعداد وتركيب ويندوز XP ويتم تحري وجود بطاقة شبكة فان ويندوز يقوم بتركيب خدمة File and Print Sharing for Microsoft Networks اي التشارك بالملفات والطابعات لشبكات مايكروسوفت كما يحدث ذلك في حالة تركيب مشغل بطاقة الشبكة بعد الانتهاء من اعداد وتركيب ويندوز XP وفي حالة ان رزمة اصلاح ويندوز الثانية Windows Surface Pack 2 فان ويندوز يقوم تلقائيا بتفعيل الجدار الناري لحماية الاتصال عبر الشبكة المحلية ويمكن ملاحظة ذلك بسبب ظهور صورة هذا القفل في رمز الاتصال يؤدي تفعيل الجدار الناري الى منع خدمة التشارك بالملفات والطابعات من العمل بشكل صحيح ويجب اعداد الجدار الناري بحيث يسمح بالتشارك بالملفات والطابعات سنتعلم القيامة بذلك لاحقا في هذا الدرس للتأكد من ان خدمة التشارك بالملفات والطابعات مركبة لاتصال ما قم بما يلي اولا اضغط بزر الفأرة الايمن على My Network Places ثم اختر من القائمة المنبثقة Properties ثانيا اضغط بزر الفأرة الايمن على رمز الاتصال بالشبكة المحلية وهو Local Area Connection ثم اختر من القائمة المنبثقة الامر Properties ظهور اسم الخدمة في القائمة هنا يشير الى انها مركبة ويشير وجود الاشارة في هذا المربع الى ان الخدمة مرتبطة ببطاقة الشبكة من خلال البروتوكولات المتصلة بها بما ان خدمة التشارك بالملفات والطابعات مركبة ومفاعلة يجب علينا ان نعد الجدار الناري ليسمح باستعمال هذه الخدمة وذلك باتباع الخطوات التالية اولا اختر من التبويب العلوي Advanced ثانيا اضغط الزر Settings ثالثا اختر من التبويب العلوي Exceptions اي استثناءات رابعا لاستثناء خدمة التشارك بالملفات والطابعات من حماية الجدار الناري ضع اشارة في هذا المربع خامسا لتطبيق التغييرات قم بضغط الزر OK في هذه النافذة ايضا قم بضغط الزر OK بهذا ننتهي من اعداد الحاسب ليظهر رمزه عند استكشاف الشبكة باستخدام الادات My Network Places لنقوم بالتأكد من اننا قمنا بذلك بشكل صحيح وذلك باتباع الخطوات التالية اولا اضغط ضغطا مزدوجا على رمز الادات My Network Places ثانيا اضغط على حلقة الوصل View Work Group Computers اي اعرض حواسيب مجموعة العمل لاحظ ظهور رمز الحاسب في النافذة هنا انتبه الى انه قد لا يظهر رمز الحاسب في النافذة الا بعد الانتظار لبضع دقائق ومن ثم تشغيل هذه الادات لتعلم المزيد عن هذا الموضوع قم بمشاهدة الدرس الخاص بالادات My Network Places من المهم جدا الانتباه الى ان عدم ظهور اسم احد الحواسيب في القائمة لا يشير الى انه غير مرتبط بالشبكة حيث يمكن الاتصال بذلك الحاسب من خلال الشبكة باستخدام اي برامج شبكة خاصة بذلك قبل ان ننتهي من هذه الخطوة سنتعلم تركيب خدمة التشارك بالملفات والطابعات في حالة انها غير مركبة كما سنتعلم طريقة الغاء هذه الخدمة ان عدم ظهور اسم خدمة التشارك بالملفات والطابعات في هذه القائمة يشير الى انها غير مركبة لتركيب هذه الخدمة قم بما يلي اولا اضغط الزر Install ثانيا اضغط ضغطا مزدوجا على Surface اي خدمة ثالثا اضغط ضغطا مزدوجا على File and Print Sharing for Microsoft Networks لاحظ ظهور اسم الخدمة في القائمة لاغلاق النافذة اضغط الزر Close لاحظ انه لم يطلب منك اعادة تشغيل ويندوز لكن لا بد من ان تقوم باعادة تشغيل ويندوز ليتم تفعيل هذه الخدمة بعد ان تتم عملية اعادة تشغيل ويندوز لا تنسى ان تتفقد اعدادات الجدار الناري للتأكد انها تسمح للتشارك بالملفات والطابعات من العمل بشكل صحيح قد تحتاج في بعض الحالات الى ايقاف عمل خدمة التشارك بالملفات والطابعات لعدة اسباب منها حل بعض مشاكل الشبكة منع ظهور اسم الحاسب في نافذة الادات My Network Places لدى مستخدمي الشبكة الاخرين للقيام بذلك قم بالغاء الاشارة من هذا المربع ثم قم بضغط الزر OK لتطبيق التغييرات لا حاجة لاعادة تشغيل ويندوز ليتم ايقاف خدمة التشارك بالملفات والطابعات الا في حالة انك تريد التأكد من اغلاق كل التشاركات المفتوحة في ذلك الوقت اما لتفعيل خدمة التشارك بالملفات والطابعات فيجب عمل عكس السابق اي يجب وضع اشارة في المربع ومن ثم يجب ضغط الزر OK لتطبيق التغييرات بالرغم من ان ويندوز لم يطلب اعادة التشغيل ليتم تفعيل خدمة التشارك بالملفات والطابعات الا انه لا بد من اعادة تشغيل ويندوز ليتم تفعيل هذه الخدمة بهذا ننتهي من تعلم كيفيه اشتركوا في القناة